وعلى فكرة هذه الرسالة كانت رسالة الأنبياء في العهد القديم بتشوف هذه الآيات بتتكرر سواء النبي إشعياء أو النبي إرمياء أو حتى النبي حسقيان النبي إرمياء في صحاح 6 آية 10 شو بقول هأن كلمة الرب صارت لهم عارا لا يسرون بها فتخيل أنك أنت بتحكي بكلام الرب والناس عم بتواجه الكلمة بتعدي بأزية ومش مبسوط من كلمة الرب ومثل ما ذكرت الخنزير هي من الحيوانات النجسة طبعا بحسب شريعة اليهود في العهد القديم وحتى من يمسها يعني اللي بيلمسها يصبح نجس تقصيا هذه التعليم اللي منخدها تعليم مقدسة مش ممكن انقدمها لشعب نجس أو يدعي النجاسة أو الشخص غير مقدس من العبس طبعا أنك تعطي مفاهيم أو تعليم مقدسة لشعب مش عاوز يزغي كما يقول مثلا النبي حسقيال كيكون كشعر جميل يعني مجرد عم بيستمتعوا بكلمات الخطابة أو فن الخطابة لكن بيسمعوا الكلام ومش عم بيعملوا الكلام فيصبح مثل الكلاب طبعا كل ما يعمله هو أن يمزق ما تقول